اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن المسيرة الوطنية الشاملة لحظرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه قد عززت البناء المؤسسي للسلطة القضائية ودورها في ترسيخ سيادة القانون وأمن المجتمع مشيرا سموه إلى نزهة واستقلالية القضاء البحريني انطلاقا من كون العدالة ركيزة أساسية إلى جانب الأمن والمجتمع الاقتصاد في تحقيق نماء الدول واستقرارها منويها أن سموه حفظه الله لدى لقائه بقصر الرفاع اليوم بحضوره معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشهون الإسلامية والأوقاف وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء نوها بجهود المجلس الأعلى للقضاء في مواصلة العمل على تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى الاستمرار في رفع كفاءة وأداء القضاء البحرينية مؤكد أن سموه على مواصلة الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية العاملة في سلك القضاء وتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجهه من جانب عرب أسعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين عن شكره وتقديره لنائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام بالكوادر الوطنية العاملة في السلك القضاء وتأكيده على الدور الهام الذي يطلع به المجلس الأعلى للقضاء ترجمة نانسي قنقر